السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذبيحتين مدفون بقدر الضغط. طريقة سهلة وبسيطة. والطعم يا جماعة ما ينصف. اللي بيقرب بيشوف النتيجة. اتمنى توصلوا المقطة هذا عشرين الف لايك انتم كرة ما. واحنا نستاهل وكما تعودونا دايما اللي ما هو مشترك يشترك تفعلوا زر القرس. والطريقة هذه تنفع تسوها باللحم او بالدقاج او سواء كان اللحم حاشي او غنمي او بقري او دقاج ما في مشكلات طريقة ناجحة وتنفع. اه بكل انواع اللحم والدقاج. هنا عندي اللحم مغسل ومنظف مثل ما انتم شايفين. همشين اللحم يتنظف. وبعد كذا اجيب البهارات اللي بتبل فيها اللحم. سهلة وبسيطة عبارة عن ملعقتين كبيرة من الملح. وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة كبيرة من الفلفل الاسود مكون اساسي. وبعد كذا ملعقة كبيرة من الكزبرة وملعقة صغيرة من الكركم. وربع ملعقة صغيرة من صفار الزعفران. اخلط البهارات كلها مع بعض. وتبل فيها اللحم. مثل منتم شايفين البهارات. كمية قليلة مقارنة بذبيحتين. بس علشان ننكه اللحم ونعطيه لون كذا طيب. بعد كذا عندي شرائح البطاطس والفلفل الاخضر والبصل الاخضر. اضعه مع قطع اللحم اللي بلفها على اوراق الزبدة والقسطير مثل منتم شايفين. وورق الزبدة الصحي اكتر. علشان يفصل اللحم عن اوراق القسطير مباشرة. هذه الطريقة جدا صحية ويفضلها الكثير. هنا بعد ما لفيت عندي القدر فيه وعاء وفيه ما وفصلت القدر بغطاء حق قدر اخر. ورصيت اللحم وحطيت بهارات مشكلة. فحط لكم البهارات اللي حطيتها مع الماء. عندي هنا قطع مفتوحة من الاعلى ما في مشكلة علشان بيوصل لها البخار فقط. هنا كتمت القدر يا الله ان القدر تسكر لان الكمية كبيرة والقدر بنفس الوقت اه كبير. هنا حطيتها على النار وعليت النار حتى يبدأ القدر يكتسب البخار ويصدر الصوت. وبعد ما يصدر القدر الصوت انقص النار واحسب له ساعتين. اذا كانت دقائق فيحتاج ساعة وربع ساعة ونصف. اذا كانت كمية لحمقل فيحتاج كذلك ساعة ونصف. الدقائق ممكن ياخذ ساعة وربع. هنا فتحت القدر وكانت النتيجة جدا جدا طيبة. هنا ما شاء الله تبارك الله. اللحم مستوي. ارفعوا القطعة وافتحها علشان نشوف النتيجة كيف. اتمنى تقربوا هذه الطريقة جمعها جدا جدا طيبة. لشان اه تنوعوا شوي بالاكل. فيه يوم يكون مسلوق ويوم مدفون مثلا ويوم كبسة ويوم مقلوبة. ما شاء الله هنا اللحم كان جدا طيب ومستوي ونكهة البصل والفلفل والبطاطس. نكهة اللحم. وما شاء الله تبارك الله. هنا اللحم قدامكم شوفوا كيف. قطعة اللحم مستوية. قربوا هذه الطريقة جدا طيبة خاصة للناس اللي يستخدموا كميات كبيرة. او للناس اللي يحب يقرب بكمية صغيرة سواء كان كيلو او حب دقائق. فالطريقة هذه تنفع. شوفوا قطعة اللحم كيف. ما شاء الله تبارك الله. قربوها بتسعدوا ان شاء الله. هذه الطريقة وهذه النتيجة سهلة وبسيطة ما فيها تعقيد ابدا. تحياتي لكم اينما تكونوا. كونوا بخير. وان شاء الله المزيد من الوصفات بمقاطع ثانية. ان شاء الله برمضان آآ بيكون عندنا سلسلة لوجبات رمضان. وقت الفطور. والعشاء. اللي ما هم اشترك يشترك حتى يصلوا كل جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم.